انا بحيث ان فيه اوقات معينة انا بحيث ان عايز اكل فيها وعندي شراها خاصة في الظروف الخاصة اللي بتيجي للستات في ايام الشهرية اللي بتكون خاصة بيهم دايما بيشكتكوا ان في الفترة دي بيبقوا عندهم اقبال على الاكل اكتر هرموناتهم بتبقى مطلغبطة اللي لسه خارجة من الولادة اللي بتردع فكرة الهرمون او الهرمونات اكيد بتختلف من استتة للراجل في ايام معينة بتخلي استتة عندها شراها اكتر للاكل عشان كده النهاردة كنت حابة انا نفسي اكتسب معلومات في القصة دي وفي الحتة دي بالذات ومعايا اللي منوراني ومشرفاني دكتور دعاء نوير خبيرة التخزية اللي هتكلمني عن الهرمونات عند الستات والرجال اهلا بيكي حاببت يا سيدة باروة اهلا بيكي النوران اهلا بيكي تسلامي دايما الله يعيز اكتر اكتر الهرمونات بقى الهرمونات طبعا مشكلة كبيرة اي اطراب هرموني بيأثر علينا شكلا وموضوعا اي ستة عدت السن يعني سن الاربعين اللي الناس بتقول عليه سن اليأس وانا بقول عليه سن الامل والبداية واحلى سن ممكن الستة تعيشه هو فيما بعد الاربعين بيحصل ايه اطرابات هرمونية بتغير لنا حاجات كتيرة جدا في جسمنا كشكل كمضمون كأعصابنا كمان بتختلف الاسترس اللي جوانا احتمالنا للاخر كمان بيختلف كل ده اطرابات هرمونية بتأثر ايوة بتأثر بتقلنا الحرق جدا فبالتالي بنتسب وزن بمنتهى البساطة بمعنى اصح انا مجوع ايه اللي بيحصل يعني كلمة انا جعان بتحصل امتى انا جعان انا جعان بتحصل اما فيه هرمون اسمه الجرلين بيفرز في القناة الهضمية بمعنى اصح انا معديتي فاضية في ايه اللي بيحصل الجرلين ده بيفرز في القناة الهضمية يديلي اشارة للمخ يديلي انا جعان رسالة كده انا جعان اعمل ايه اجرى روح على التلاجة طب هعمل ايه مش هرتاح غير لما اكل وهدى والاسترس ينزل لأن بمعنى أصح هرمون الكورتوزول بيعلى أول ما حس بالجوع طب إيه كلام المكعب الكلام المكعب اللي أول يبقى بمعنى أصح أنا لازم يبقى إيه اللي حاصل معدتي مليان أحاسس إن معدتي فيه الحيز الكبير اللي فيها ده مليان مليان بأكل ممكن مليان بألياف طبعية زي الكابسولة بتاعتي اللي بتنفش وتاخد حيز كبير في المعدة فبالتالي إيه اللي بيحصل هرمون الجرلين اللي بنتكلم عنه ده مش هيفرز هيفرز مكانه هرمون تاني اسمه الليبتن وهو هرمون الشبع بحس إن أنا شبعان وعلى أساسه المخ بتاعي فرز لهرمون تاني اسمه السيروتونين هرمون السعادة طيب خلينا نقول أمثلة لأكل بقى بيمل المعدة وسعراتها قليلة طبعا البروتين البروتين حاجة رائعة جدا بتمل المعدة بالإضافة للألياف كلمة ألياف يعني أنا ملي معدتي بسعرات حرارية ضئيلة جدا طبعا الخضار الفكهة كل ده ألياف رائعة جدا يا سلام بقى لو عملنا طبق صلطة لطيف كده على كل واجب بق إحنا بنملى معدتنا بالألياف طب الناس اللي أكلها غير صحي وإلي ما بيقدروش يتحركوا كتير أكيد فيه كتير من الناس أكلهم غير صحي وحياتنا اليومية كلها غير صحية يعني إحنا كمان كده كدر التغذية برضو أيام حياتنا صحية يعني اليوم مش صحي خالص سريع وعندي خلالات كتير بالزابط عندي شغل بكل أي ساندويتش سريع مفيش وقت إن أنا أعمل لانش بوكس بتاع كل يوم واخده معي الشغل اللي فيه الألياف وفيه الخضار وفيه قطعة البروتين كل ده مش متاح كل يوم وعايز أقولك كمان مكلف يبقى أنا هعمل إيه؟ اللي هكتسب زيادة في الوزن أو وزنه زيادة وما يقدرش يعيش بالطريقة الصحية اللي احنا تكلمنا عليها دي بياخد كرسي يساعده كرسي يسنده اللي أنا سميته النهاردة السند واللي جايبان النهاردة بخصم كبير جدا 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 بمعنى أصعب شهر وعليه شهرين هدية يعني العميل اللي معايا أو البيشنت هيدفع ثمان شهر واحد بخصم كبير جدا وبديله شهرين هدية عليه طب ليه بديله الشهرين؟ عشان أضمن إنه يكمل عشان أضمن إنه يكمل في سلسلة إنه يخس عشان ما يحصلش التراب بعد ممكن يكون ما عندوش قدرة ما تديه يجيبه تاني بالزبط فيقف النص احنا مش عايزين كده طب كمان بديله كرس تثبيت يعني من أقراص دي كرس فيهم تثبيت يعني الوزن اللي أنا هنزله مش هرجعه تاني طب ليه مش هرجعه تاني؟ لإن أنا بثبت وزني يعني بعد منزل كمية الوزن اللي أنا خسرته سواء 15 لو في شهر واحد أو 30 كيلو في خلال شهرين كل ده بديله كرس تالت بثبت بيه كلام ده كله فبالتالي التلاتين كيلو اللي خسرته مش بنزلهم تاني يعني مش برجعهم تاني وده وعد مننا وأكيد جدا طب ليه؟ لإن أنا مش معقول بعد ما معدتي كانت قدي كده وصغرت بقت انكمشت وبقت قدي كده أنا هسيبها قدي كده هوا خلاص يبقى أنا تعودت على الأكل الكمية البسيطة طب أنا خايفة بعد شوية أرجع أفتح وديها تاني وخش على حلة المحش من جديد والمكرونة البشاميل من جديد طب هعمل إيه؟ لا أهدي كرس تثبيت والكرس ده بيكون هدية مجانية تماما لكل متابعين حضرتك علشان بعد منزل في الوزن أحافظ على جسمي أحافظ على النحت اللي أنا أخدته من الكابسولة اللي بتنحتلي شكل الوسط وشكل الجسم الشيب الأنساوي الجميل اللي كلنا بنحلم به بيظهر مع الكرس طيب الكرس ده يتعرض مع السيدات في أيام معينة من الشهر يعني لو هي عندها العزر الشهري وخاصة السيدات ببعتلي الرسائل كده إحنا في الأيام دي بناكل كتير تمام ويحصل لنا اترباط ويلاقي نفسنا مش عارفين ليه بيروحوا التلاجة ويأكلوا كتير ده أكيد ده أكيد كلنا في الفترة دي بيحصل فيه اتراب هرموني الجسم في حالة لخبطة طب أنا هسيطر على الجسم إزاي أولا لو إحنا بناخد الكرس بتاعنا بنتابع بالكرس الفريق الطبي بيدي نصيحه الخاصة جدا لكل حالة يعني الكرس اللي هينفع مع حضرتك غير اللي هينفع معايا غير اللي هينفع مع سين صاد من الناس عشان كده بنقول لكل بيش أنت معايا لازم يصارح الفريق الطبي بحالته بسنه بوزنه بحالته الصحية بحالها إيه يعني دورتها الشهرية ماشية إزاي هل فيها اضطرابات هل لا الغدد بتاعتها أخبارها إيه الغدد درقية هل في مقاومة أنسولين هل في نقص فيتامين دال هل في مشاكل في المرارة كل الحاجات دي بتأثر جدا على الحر عشان الناس دي اللي عندها حر ضعيف شوية بيكون لهم كرسات أقوى شوية وبالتالي الصفحة الفريق الطبي هتظهر حالا قدام حضرتكم عشان في ناس كثير بتسأل توصل إزاي صفحة الفريق الطبي عشان برضو ما يحصلش لغبطة بين الصفحة دي وأي صفحة تانية تمام أو أي ناس تانية الصفحة هي قدام حضرتكم إضافة كمان لكرام حضرتك إلا هيعوز يوصل للكرسي الحقيقي فعلا المرخص من وزارة الصحة المصرية لإني بأكد أن الكرسي بتاعنا عبارة عن ألياف طبيعية مرخص بالكامل من وزارة الصحة المصرية هيكون من خلال الأرقام اللي على الشاشة أو من خلال صفحة الفيسبوك يريد نتخطر حذر شوية كده وناخد بالنا لأن فيه كتير من الصفحة الضراء اللي بيتبيع منتجات غير صحية إطلاقا لكن أنا النهاردة بضمن إيه؟ بضمن الأمان والجودة والفعالية ده اللي إحنا معنا النهاردة والله هيوقع أقولنا إيه بعد كده؟ هقولنا صحة وشكل وسقة بالنفس من الممنوعين يا دكتور من الكرس؟ يعني من اللي منفعش ياخدوا الكرس؟ هقولك على حاجة الكرس بما أنه هو مرخص من نظرة الصحة المصرية وقالياف طبيعية فما فيش حد ممنوع من الكرس بس تركيزات الكرس هي اللي بتختلف من حالة الحالة يعني مريض القلب غير مريض السكر غير مريض الضغط كل حد له كرس اللي هيتفصل على حالته بمعنى أصحيح أنه بيكون عندنا ميديكال تريتمنت يعني إيه؟ يعني معاملة طبية لكل حالة خاصة بنفسها لكل حالة فايل خاص بيها في كل حاجة ما تخصه صنه وزنه طوله حالته حتى نشاطه اليوم بيتحرك ما بيتحركش يعني يومه ماشي إزاي كل ده إحنا بنكون معاه خطوة خطوة عايز أقولك كمان بنكون معاه نفسيا حالتك النفسية إيه الوقتي؟ هل أنت بتعاني من استرس حاليا في الفترة الحالية؟ هل لا؟ كل ده إحنا بنعالجه وبنقف فيه طب الناس اللي عندها غدة درقية الحرق مفيش فيه ناس تقولك ده أنا شم راحت الأكل كده وأنا ماشي أدخل ده أنا أشرب حبة المية بجوع وأعود أكل واملأ كل ده بيتقلن وكل ده حقيقي هما مش يعني مش بيقولوا كلامه بس لا ده حقيقي لأن خلاص الحرق واقع فكل شوية بيجوع لو أنا في استرس أو متضايقة أو عندي حالة نفسية مش لطيفة هرمون الكورتزول بيعلى وبالتالي بيعوز أكل سكر فيه ناس تزعل تاكل ده حقيقة طب ليه هرمون الكورتزول بيعلى في الدم فبالتالي أنا عايز أكل سكر ولازم سكر وما يهداش غير لما يأكل سكر كأني مضمن السكر هو حياتي لكن أنا النهاردة الكابسولة بتاعتي فيها مواد بتخليني أقره السكر بتخليني لو أنا باخد في كوباية الشاي بتاعتي 3 معالق سكر لو خدت معلقتين هحس أنه مسكر زيادة هبعد عنه فما بالك بقى ما تديلك كورس النهاردة مكون من 3 شهور بيدفع 8 شهر واحد وكنت بتدت كمان سكر وكان فيه طبعا فيه وقت للسكر الدايت يبقى أنا بدي كابسولات ونقط وأعشاب من كل حاجة 2 يعني 2 كابسولات و2 نقط و2 أعشاب بس كده لا ده أنا هديك كورس عليهم كمان كورس التثبيت عبارة عن كابسولات التثبيت الخطيرة وكمان معي حقن الحار أنا معي تليفون يا شباب يلا ألو 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 أهلا وسهلا يا مساء الفل والجمال من ورد دنيا أستاذ مساء الفل أهلا بيك اتفضل أنا هاخذ من وقتك بس يعني الثواني معدودة اتفضل أنا معي كتفضل وأنا أكلم الأستاذة اللي مع حضرتك الدكتورة دعاء مع حضرتك سمعت دكتورة دعاء أنا الموضوع يخص زوجتي يعني أهلا بيك اتفضل هي وزنها تقريبا مية وخمسة مية وسائل يعني مية وعشرة مثلا تمام مش تويلة أوي طول العادي بتاع الستات اللي هو مية وخمسة وستين جميل يعني أنا مش الموضوع مش مضيقني أنا كزوج أيوة لكن أنا حاسستها هي مش مبسوطة مش مرتاحة يعني طب هي عندها أي أمراض مزمنة لا لا ما عندهاش طب الحمد لله عايز أقول لك هي الموضوع اللي هي فيه سهل جدا ممكن يتعالج خلال كرصنا النهاردة لو هي اتصلت حالا دلوقتي أتمنى أما عشان كده أنا قلت أخذ التجربة يعني طب أنت قد إيه أستاذي يعني أنت وزنك وطولك قد إيه أنت رشيق ولا مليان أنا طول مية وسبعين ووزني يعني خمسة وسبعين ستة وسبعين لا ده أنت مية مية هو مزبط نفسها هو عبقى كون بتضيقها بتقول لها كلمة كده كلمة كده إطلاقا إطلاقا ويعني أنا هاخذ الكرص ده كده وأفاجئها بيه يعني دي هديتها جايب لها هدية آه أنا هفاجئها بالكرص لكن أنا ما أتكلمش معاه في الموضوع قبل كده خالص يعني طب الحمد لله ربنا يبليك لكم ويخليكم لبعض يا رب يا ربي أستاذ يا رب هتوصل مع حضرتك حالا دلوقتي أمم أن الأرقامة موجودة وممكن تسيب رقمك في الكنترول وإن شاء الله بإذن الله تطمننا وتفرحنا وتكلمنا أنت وهي بقى لما توصل للوزن اللي أنت نفسك فيه بللي هي نفسها تشوف نفسها بي إن شاء الله بإذن الله مبسوطة لكي راجل جميل طبعا عنده الإحساس ده أكيد طبعا والله مبسوطة جده مش بيتنمر عليها ومش بيقول لها كلمة زعالة وبيقول لي أنا مش عنديش مشكلة بسهو عايدي فرح بالزبط كده جميل ده قوي وده اللي احنا بنقول عليه النهاردة إن مشكلة من هادي زوجتي هادي زوجي أختي أخولي قد إيه لما بنلاقي مثل إيجابي بيلفت نظرني طبعا وبيخلينا قد إيه مبسوطين وعايزين نبقى فوقص عليه كمان يعني أصلاحنا بنشوف كتير قوي رجالة يتنمروا على زوجتهم ويضايقوهم ويقلوا منهم ويضطري عليها قدام أمه قدام أخته قدام بسلفتها وبيبقى مخليين نفسياتهم تحت السفر قدي أنا مبسوطة بيك والله والله انت نقطة في بحر بس أنا مبسوطة بيك لا لا فيه كتير عايزين نيدي للناس حقاها برضو لا فيه كتير كتير وعايزين نشجعهم لكل زوج أو زوجة حتى ادي لجوزك هدية لحماتك لأختك لصديقتك صح المشكلة الله تسواني فكرة حلوة هدية لصيفة جدا 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 ده أنت بتهادي بالصحة فيه ايه اكتر من الصحة ممكن نهادي بيها الصحة والثقة بالنفس ده اللي احنا بنهادي بين النهاردة وكمان أما ناخد الكورس لو احنا مثلا نزوجة وزوجة ولتنين مليانين ممكن ناخد الكورس وقسمه أنا وزوجي احنا لتنين ونتحدى بعض في البيت والتحدي ده على كترة بيخلينا نتشجع أكتر بالزبط وانا اللي بقوله كده النهاردة يلا من دلوقتي ناخد الكورس ونقسمه ونهادي بعض ونكمل وعايز أقولك بقى المفاجأة أن أنا لو خدت الكورس أنا هو اللي اشتريت الكورس وأسامته ببين يجوين جوزي طب الفريق الطبي هيتابع مين اللي اشترت ولا التاني لا الفريق الطبي هيتابع لتنين لأن الكل حد منهم حالة خاصة والكل منهم متابعة خاصة بحالة المرضية اللي هو فيها بس انتوا عارفين زي تقضوا على كل العدد 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 يعني عدد كبير من أكفأ دا كترة التغذية في مصر كل دول بيكونوا تحت أمر البيشنت مجرد ما تسترفعي السماعة وتقولي قالوه معاكي فريق طبي قوي جدا بيبقى معاكي خطوة بخطوة بتقولي له يومك مشي إزاي أنا خدت الكابسولة الأسبوع دا ونزلت 3 كيلو طب الأسبوع اللي بعده دا نزلت أربعة لأ دا أنا رجعت نزلت اتنين كل دا خطوة خطوة مفيش حد بجالك في النصة مثلا ما كملش عكف الأكل رجع اللي نزله ما حصلش أي حالة لحد النهار دا ما حصلش رجوع للوزن القديم من كل اللي معنا بس فيه أوقات من الناس الحرق وقف الأسبوع دا ما نزلتش حاجة الأسبوع دا منعمل إيه؟ لأ بتكلمنا أنا حرق وقف الأسبوع دا الميزان سببت يعني وزانك ما لقتش أي حالة الميزان سببت ولها تيل مزورة وشوفي إيه الأخبار لإنه ممكن نكون بنبني لها عضلات والعضلات هي اللي زادت يعني الميزان مش حكم مش مقياس اللي أنا حكم لي دايما في الضيط بنفرح قوي من شكلنا على الميزان لكن أنت بصي الجسمك هل جسمك تغير بعد الضيط أحيانا بتلاقي نفسها نزلت على الميزان لكن جسمها هو جسمها بالعكس ممكن تكون زادت كمان طب إيه اللي حصل؟ العضلات المسلز هي اللي نزلت واكتسب الدهون أكتر فبالتالي شكلها باز أكتر والدهون في جسمها كتر والمسلز وقعت لكن احنا هنا النهاردة بنعمل إيه؟ بنبني المسلز أيوة بنبني العضلات بتاعتك لأن الكابسولة بتاعتي مليانة بالبروتين أنا بقويكي مليانة بالفيتامين كل ده بيقويني بيخلي شعري يتقل ويطور دوافري ما تكسرش تحت هيني ما يبقاش سود وعندي هالات سودة زي كل ضيط دايما الضيط الفاشل ويا ما عملنا ضيط فاشل كتير مننا عمل ضيط فاشل إيه اللي بيحصل؟ إحباط بعد فترة من الضيط بيحصل لنا إحباط وما عدناش قادرين نيكمل الضيط أو بيحصل ثبات وزن وزني بيقف مهما عمل ضيط هو هو الوزن ما بيحصلش أي تغيير أنا باجي أعملك إيه؟ بكسر لك ثبات الوزن بقفلك بقك اللي بيدخل للأكل كتير وكمان بحرقلك الدهون السلاسية اللي متحوشة بقالها سنين حزام البطن منطقة الدينجر زون إيه منطقة الدينجر زون؟ البطن الكلة والكبد والأحشاء والمصارين اللي مليانة جوه دي اللي متغلفة بالدهون اللي بيحصل فيها أداءها ووظيفها بتقع وبالتالي اللي بيحصل حرق بيقع الكبد ما عادش بيقدر ينقل جسم من السموم اللي يدخلاله الدم بتاعي ماشي محمل بالدهون بيروح على المخ تقيل طب هيعمل إيه في المخ؟ المخ واقع الزاكرة واقع كلنا بننسى مش قادرين نركز تلاقي بنوتا صغيرة عندها عشرين سنة أنا عندي زهايمر خلي بالك تقعد تقول لك كده نتيجة لإيه؟ نتيجة إن الدهون كل ده من الدهون؟ كل ده من الدهون التحصيل الدراسي للأطفال وعايز أقول للك كرسينة قامن من أول سن البلوغ يعني من 12 سنة لحد 70 سنة التحصيل الدراسي تقعد تذاكر مع ابنها وبعد 3 دقايق مش فاكر أي حاجة طب ليه؟ ما الدهون لطم على دماغه ومش قادر يركز في أي حاجة موقفه له التركيز ده غير أصلا عيالنا بيبقوا دماغهم في الأكل ده بيهرب من المذاكرة أنا عايز أكل عشان عايز يهرب عشان يهرب وكمان أكل المسكرات والحاجات اللي هي التكاوية اللي بيشتروها لولاد الكابسولات دي بتكرهوا في طعم الحاجات دي ودي ميزة كبيرة جدا إحنا غفلانين عنها الحاجات دي كلها مواد حافظة حاجات غير صحية بالمرة معنا صور ناس خاصت؟ خلينا نشوف الله دي حبيبتي وصحبتي الجميلة اللي دايما بقول لها أنت صحبتي الجميلة هي حاولت كتير كتير في أنظمة غذائية وللأسف فشلت وبعد ما فشلت لقيتها بتقول لي أنا هجرب ويا صابت يا خابت صابت ما شاء الله معاها وزي ما احنا شايفين اتغير خست كتير جدا زي ما احنا شايفين أكتر من 30 كيلو نزول كان منطقة الصدر والبطن والأكتاف هي كانت عبارة عن مستطيل شكلها مستطيل فين النحت اللي حصل الوسطة نحت الصدر شكله بقى شكله أنسوي أكتر غير الشكل اللي كان في الأول كانت شكلها سيدة كبيرة بعد الوزن ما نزل اتغيرنا رجعنا شباب تاني دايما بقول كده السمنة بتكبرنا تعجزنا مقبرة الجمال بقولك كلمة دي يمكن في كل كلامي السمنة يعني مقبرة الجمال وده برضو وده العنصر الرجال دايما يقولون أنت بتظلموا العنصر الرجال لا أنا حاسة بالعبس أنا شايفة رجال كتير معاكم بالضبط عايز أقولك هما كمان نتيجهم ناجحة جدا لأنه عندهم طبعا نسبة العضلات أكبر فالخسستان أو يعني ما بينزل بينزل بسهولة أكتر بكتير من السيدة يعني هو نزول الرجل سهل جدا جدا يعني نزول الرجل بالنسبة لكم أسهل من السيد بصي هو نزول الرجل عموما أسهل طب ليه لأنه عنده ماصلز كتير عنده عضلات كتير فالعضلة بتضرط الدهن الدهون أكتر وأسرع وكمان الكابسولة بتاعتنا بتعمل حاجة اسمها فاتي أسد أكسيديشن يعني إيه تكسير الحمض الدهني تكسير الخلية الدهنية أنا بكسر الخلية اللي قاعد يتحوش فيها الدهون فالدهون لما تخش هتحطي فين ملهاش مكان طب قللنا نصيحة أخيرة في رمضان بقى نصيحة أخيرة من لنا رمضان قرب قللنا يعني نعمل إيه وآخر وقت نقفل في بقينة إنت ونتصحر إيه مثلا لو عايزين نتصحر طبعا لازم نتصحر صحور خفيف إلى حد كبير آه ناكل بروتين عشان يفضل في معدتنا فترة طويلة فبالتالي نحس بالشبع الكابسولات زي ما قلتلك بتحسسنا لمدة طويلة جدا بالشبع فمش هنجوع طول اليوم تقريبا نشرب ميا طبعا على قد ما نقدر في فترة الفطار نهتم جدا بطبق الصلطة بتاعي لأنه مهم جدا ومليان بالألياف والعناصر الغذائية نعتمد جدا جدا على البذور الطبعية زي بذور الشياء بذور الكتان في أكلنا هتنفش كتير برضو في معدتنا زي ما قلتلك قبل كده الكرسي بتاعي كمان مليان بالمنتجات الطبعية اللي تكلمنا عليها دي كلها ألياف طبعية بتملالي معدتي بتشبعني وكمان مدعم بالفيتامين زي كريم شد التراهولات اللي بيشدي للجلد مفيش تراهولات حقا الحرق بتنزلي من 3 إلى 5 سنتي بس في محيط خسري كل أسبوع يعني بغير مقاسين كل أسبوع طبعا حاجة ساحرة ودميلة جدا يعني يا رب يا رب يا رب كل الستات وكل الرجالة يفرحوا وبجد حياتهم تتغير يلا نبتدي مع بعض وان كلنا نعمل تحدي مع بعض ان كلنا ان شاء الله دخل علينا الشهر الكريم مش عايزين نطلع منه زي دين بالعكس احنا عايزين نطلع منه بصحة وزننا ناقص شكلنا أحلى عندنا ثقة بالنفس ندخل بالعيد كده وإحنا في منتهى السعادة وفي منتهى الجمال وربنا يسعد أيامكم يا رب وأي حاجة يا رب بتضيئكم وأولهم السمنة تبعد عنكم رجالة وستات بإذن الله خليني أشكر دكتورة دعاء ألف شكر لكي وربنا يبالك لك وبحب فيكي ان انت بحسك بلسم كده للقلوب والله ربنا يكرمك يا رب ربنا يكرمك وده مهم جدا على فكرة لما الدكتور يبقى فهم العيان ويبقى بيتكلم معاه وعارف حالته النفسية قبل ما يقوله أوامر ويقوله اعمل وما تعملش